على أبواب محافظة الجوف داخل شوارعها المكتبضة بالحركة تتواجد الدولة ورمزها يبتغاء عصام الجندي المتفاني بمهمة تفتيش العابرين من وإلى المدينة كغيره من الجنود المنتسبين للجيش والأمن لا يتوانى في الحفاظ على أمن واستثباب الحياة داخل محافظة كثيرا ما غابت عنها مضاخر الدولة إلى حد الآن بدلنا القهد الكبير وهذا كان بالتعاون مع المواطنين لأن المواطنين يستشعروا بالأمن والأمان فلذلك بدلوا القهد والكثير بالتعاون مع رجال الأمن فالحمد لله الأمن والأمان مستقر إلى حد الآن هنا الحزب الواقع الأفضل لحالة الاستقرار الأمني الذي تبر به البلاد وعلى عكس ما تشهد كل محافظات المحررة من تصدعات واختلالات أمنية تعيش عاصمة الجوف مرحلة استقرار أمني غير مسبوقة عمل النظام السابق على جعل الجوف محافظة طاردة للناس وعلى أساس تصويرها عبارة عن قطاع طرق وما إلى ذلك ولكن عندما جاءت الشرعية الآن رأينا كيف النهضة الاقتصادي في محافظة الجوف دليل على أن وجود أمن استقام حين تحذر الدولة تحذر معها مظاهر الحياة فتسير الأيام وفق النظام واحترام القانون الذي تتعادض معه المهام حيث يصير المواطن رديفا لرجل الأمن في الحفاظ على الاستقرار وتثبيت قواعده الأمن والاستقرار أحسن مما قبل كانت الجوف تعيش في أسوأ ظروف القلاقل والمشاكل ولكن اليوم أصبحت الجوف من آمن المحافظات وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهود الأفراد الأمن يهتفون للأمن والاستقرار ويشيدون أعمدته على خطى الدولة التي سرعان ما لمس المواطنون حضورك الفعلي في هذه المناطق التي حرمت لعقود طويلة من رؤية الدولة فكانت مسرحا للثأر والجريمة عندما تضيق الحياة بأشكال الجريمة تأخذ الدولة ومضاكر أمنها غاية المواطن وسر وجوده واستقراره هكذا تبدو صورة الوضع الأمني في الجوف أكثر استقرارا بعد خروج الميليشيا علي الجردي قناة بلقيس الجوف